نصف نهائية كما قلت وبالتالي الاكتفاء بالتتويج بالميضالية البرونزية أنت الآن متواجد رفقة الملاكمة المصرية حافظ إليك الخان نعم أهلا وسهلا مرحبا بالمشاهدين الأكارم في هذا البثل المباشر دائما من القاعة المخصصة للملاكمة معنا هذا العملاق هذا البطل المصري حافظ يوسري الذي تفوق بكل روحياضية نقولها تفوق على الملاكمة الجزائية شعيب بولودينات طبعا اليوم من دون شك أنت سعيد جدا بعد التتويج بالميضالية الفضية مضمونة في انتظار الميضالية الذهبية في النهائي أولا كيف وجدت المنافسة الجزائية اليوم؟ المنافسة طبعا مع شعيب شعيب بطل كبير أديم سفي في الملاكمة عالي جدا من بطل أفريقيا بطل بحر المتوسط بطل أولومبي طبعا المنافسة كانت كوية بياسودة الأخوة والمحبة أن إحنا في الأول وفي الأخر إحنا أخوات كانت منافسة جميلة يعني الحمد لله وربنا طبعا كرمني وكسبت الحمد لله يعني الجميع تكلم عن البنية المفروجية اللي تتميز بها ما شاء الله طولك هل هو اللي يصنع الفارق اليوم؟ هي بصراحة الطول مش من العوامل المؤثرة في الملاكمة لكن مش اللي هي ممكن تخليك أن انت تكسب يعني الملاكمة يعني أنا في رأيي بتكون البياسودة العقل يعني دايما العقل الخطط لكن مش معنى أن أنت طويل أن أنت هتكسب لأن في ملاكمين ياما كانوا يصيرين في القامة ولكن حققوا بطلات عالمية طيب بالنسبة للمنافسة الشارية اللي أنا شاهدوها بين المدرسة المصرية أو المدرسة الجزائية في كامل المنافسات وش اللي؟ على طول إحنا في المنافسة العرب في بطلات العرب وفي أفريقيا منافسة ما بين المصريين والجزائر والمغربة بتبقى منافسة قوية جدا طبعا إحنا ثلاث مدارس ثلاث مدارس قوية ثلاث مدارس بالنفسه على أفريقيا بالنفسه على بطلات كتيرة مع بعض الحمد لله طبعا بالتخطيط والتمرين بنقدر نوصل يعني إلى أعلى المراتب في أفريقيا في دولة بحر المتوسط في بطلات العالم في الأولمبياد يعني على قد ما بنحاول إحنا الفرق العربية حافظ أكيد إحنا نسألك بخصوص التنظيم تنظيم أهل عاب البحر الأبيض المتوسط أنتم كميصريين وقفتم على التنظيم ما هو رأيكم في هذا؟ في هذا ربما المحفل والجزائر هل في اعتقادك نجحت لحد الآن؟ لا بصراحة التنظيم في الجزائر السناء الدورة دي من أحسن التنظيمات اللي أنا شفتها في حياتي في دورات أنا سافرت دورات أولمبية ودورة البحر المتوسط كانت في أسبانيا الجزائر عاملة تنظيم رائع تنظيم رائع في الحلقة في تنظيم البطولة في تنظيم المواصلات في تنظيم القرية الأولمبية في الأكل ما شاء الله تنظيم على أعلى مستوى الجزائر نجحت لأنها تنظم دورة أولمبية في دورة العرب المتوسط تعتبر نص أولمبية وده طبعا فخر لنا وللعرب طبعا أكيد هي أول مرة ليك في الجزائر أكيد؟ لا لا دي تلت مرة تلت مرة العاصمة وروحت كنت بلعب بطولة من أربعة سنين في ستيف ودي التلتة في وهران والشاء حلوة عليها الجزائر الحمد لله أنا بحبها بحب الجمهور بتاع وهران أوي بصراحة وجمهور جميل ما عندهوش اللي هو روح العندة أو الروح اللي هي لا 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 بسيط جمهور بسيط بيشجع الفائز على طول أكس ورحتان خلوك تروح أكيد ركتعبان من دون شك ربما منذ وصولك للجزائر ووقفت على بعض الأمور بعض التقاليد طباق ربما تعطينا رأيك فيها بالله وأنا لسه ما طلعتش برق قرية لأنه في فترة المنافسات ببقى قاعد نازل التمرين طالع من التمرين ما طلعتش برق قرية الأولمبية بتاع توهرها ولكن الأكل ما شاء الله جميل بيشبه كتير لنا عندنا إحنا في مصر يعني قريبين مننا يعني أول بطبيعة إحنا قرب منكم في كل شيء شكرا جزيلا برك الله فيك إذن هذا كان البطل المصري يسلي حافظ الذي تفوق منذ قليل على البطل الجزائي كذلك شعي ببلودينات طبعا منازلة كانت قوية جدا في وزن أكثر من 91 كيلوغرام وتأهل المصري الذي قالها منذ قليل بودردين قال بأنه يستهدف الميدالية الذهبية وكما تشاهدون في هذه الصور الجميلة جدا الجمهور الجزائري جمهور محب للملكمة ومحب للفائز بغض النظر عن جنسيته طبعا كما تشاهدون منذ نهاية النزال مع الجزائري كل الجزائريين نزلوا إلى هنا لأخذ صور تذكارية مع هذا البطل العملاق المصري حافظ يسري طبعا في واحدة من الصور التي تاقس الروح الرياضية للجمهور الجزائري سواء فاز الجزائري أو إنهزم ولو أن شعي بليوم شرفنا كذلك وحقق ميدالية برونزية شكرا لك نجيب وننتظر إن شاء الله تألقا آخر للتنائي يونس نموشي وكذلك أي غرطة